بعد سنوات من التدريس بالجامعة بصفة مؤقتة نجح الدكتور محمد مداني المتخصص في العلوم الفيزيائية والطاقة في مسابقة التوظيف ليونة صبك أستاذ دائم رفقة 88 أستاذ جامعي جديد بجامعة 5 مليانة في هذا اليوم المبارك الحمد لله نحمد الله حمدا كثيرا طيبا مباركا أننا تم تنصيبنا اليوم 88 أستاذ دائم بجامعة 5 مليانة نحمد الله أولا ثم نبارك هذا القرار جاءت هذه المحطة طبعا بعد دراسة السنين وبعد سنوات من التدريس المؤقتة عبر الجامعة الدكتور محمد مداني توجه إلى قاعة المحاضرات لحضور جلسة ترحيبية من طرف رئيس الجامعة البروفيسور بن ربح محمد الشيخ مداني محمد شروع شخص أستاذ بالحقيقة هذه إضافة نوعية إضافة قيمة تضاف إلى التأطير حيث تعزز التأطير المتخصص البيداغوجي المتوجد على مستوى جامعتنا بالتحاق هؤلاء الأساتذة لأنه كنا ربما في بعض التخصصات على مستوى جامعة النوعاني من نقص فادح في بعض التخصصات لله الحمد اليوم سيتعزز وسيضاف هذا ربما سيعوض هذا النقص البروفيسور بن ربح محمد الشيخ مدير جامعة خمس مليانة على تسهيله عملية العملية منذ بدايتها تسهيل الإجراءات كانت سهلة كانت في الآجة المحددة نشكره وشكرا نشكر كذلك على الاستقبال استقبال أستاذة وتشجيعهم هذا القرار من شأنه الرفع من مستوى التكوين بجامعة خمس مليانة خاصة في بعض التخصصات التي كانت تعرف نقصا فادحا في التأطير موسيقى موسيقى موسيقى